عندي موهبة ذهبت سلمة مع فصلها في رحلة مدرسية إلى السرك وهناك شاهدت عروض الحيوانات وعرض الساحر وضحكت كثيرا على عرض المهرج سألت سلمة المعلمة كيف يستطيع الساحر عمل كل هذه الخدع أجابت المعلمة كل واحد يا سلمة عنده موهبة قالت سلمة في نفسها ويا حزين أنا لست موهوب وفي اليوم التالي للرحلة طلبت المعلمة من التلاميذ أن يرسموا ما عجبهم في الرحلة فرسمت سلمة صورة جميلة معبرة عما أعجبها بالرحلة قالت المعلمة لديك موهبة الرسم يا سلمة فقالت سلمة وهي سعيدة عندي موهبة ترجمة نانسي قنقر